السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نخدم معكم مقدمة التي ستصلح لك في مزوعة الوضع البشري بمعنى في ما تضع لك الوضع البشري ستخدمها بهذه الطريقة وهذه المقدمة ستصلح لك في جميع المناجيات الناس والقول والسوحل سوف أريك أسهل طريقة لكي تخدم المقدمة واحدة في جميع المناجيات بلا ما تصدرسك في المزوعة دروري الدكرانة المفارقة دروري الدكرانة أنا سأعطيك مقدمة لفع جميع الأمور المطلوبين في الإطار المرجع الخاص بوزارة التربية الوطنية سوف أعطيك خذ واحد ستيلو وورقة ونطي هذه الأمور لغدينتك عندما نتحدث عن الرواض البشري أنا ذكرت لك المزوعة فنحن بلا شك بصدد الحديث عن الوجود الإنساني الذي خصصت له الفلسفة بابا موسوما بالانتولوجيا والذي يشير إلى مختلف الشروط والمحددات التي تأثر من وجود الإنسان ومصيره وشكل المفهم الشخص هنا نذكر المفهم دينا وشفتوا التدرش في الأول دينا المزوعة بمانا الإطار العام من بعد دينا المفهم الشخص الإطار الخاص سوف يخوان دوك لعن ديك الغير تبدل الشخص بالغير سوف يتعرف خاص بالغير وأنا سأعطيك نموذج آخر خاص بالغير سوف تبقى معي وشكل مفهم الشخص على الخصوص وعلى الخصوص انطلاق من الفلسفة الحديثة الأداة النظرية الأساسية للتأمل في الشرط الإنساني بحيث يكتف هذا المفهوم نظرة الفلسفة إلى الفرد البشري كادات أي ككيان عاقل يتمتى بالاستقلال الذاتي وهذا ما سنجده في النص الماتل أمامنا والذي يعالج قضية أنا كتذكر لي المحور اللي عندك في المفهوم بمعنى الشخص إما غيكون الشخص الوياء أو الشخص بوصفية قيمة أو الشخص بنتظر الحرية كتب لي قضية كده وكده بلا ما تكتب لي محور كده وكده ما تكتبش لي محور غلط سوف يتجنب أنك تكتب محور والتي تحيل للمفارقة الأساسية مفادوة أنا كتدي المفارقة ديالك المفارقة هي أننا كنديرو جوش الأطروحات اللي كيكونوا متعرضين ما بضيتهم ناديك مثل كتدي خدم الشخص بس في قيمة غا تقول والتي تحيل للمفارقة الأساسية مفادوها أن الشخص يستمد قيمته من ذاتي من جهة أو بينفتها للآخرين من جهة تانية هذه المفارقة بنسبة المفارقة راح أتعليها فيديو بحدو دخل القناة غا تلقها مما يدفعنا إلى طرح مجموعة من تساؤلات أنا كنديرو التساؤلات اللي خسنا نجاوبو عليهم في تحليل ديالنا والمناقشة دوك ضروري دياليا مجموعة من تساؤلات ناديك مثالك تخدم على الشخص الويه غا تقول يام مثلا ما الشخص كتعتي تعريف ديال المفهوم ما الهوية على ماذا تتأسس شخص هل تتأسس على الشعر الدكرة مع الإرادة ولكن عندك بطبيعة الحل فكر رغب دخلتها هو في تساؤلات المهمة التساؤلات ضروري يخسك تجاوب عليها فتح المناقشة يعني يخسك ترحم سوف يخوان دوك هذا شي بسيط كادرات لأمور عادي ركضت على تكربات النوقات